لكن باعتقادك سيد دكتور مهند بخصوص يعني ما كان يتحدث عنه الجانب التركي بأن الجهود الرامية لوقف إطلاق النار يعني عندما كان هناك مباحثات واجتماعات للوفدين وفد الأوكراني والروسي في اسطنبول الجانب التركي كان متفائلا بخصوص نجاح هذه المفاوضات والمباحثات لماذا نعكس فورا بأنه لن يكون هناك أي نتائج إيجابية أو تنعكس على الحرب في أوكرانيا هل من أسباب حقيقية أدت إلى ذلك؟ يعني ربما يبدو لي السبب الأساسي هو أن الجانب الأوكراني يمشي كما يخطط له الغرب وكما ترسم له الولايات المتحدة الأمريكية طريقه ليس الرئيس زينيسكي ولا الجانب الأوكراني مستقلا منفردا بقراراته من خلال هذه المباحثات مع الجانب الروسي برعاية تركية إذن هو ينخرط وراء الغرب وما يتقول له واشنطن بسبب ذلك واشنطن منزعج من أي تقارب من الرعاية التركية أصلا والولايات المتحدة تريد أن يطول أمد هذه الحرب إلى أقصى درجة ممكنة لكي تستفيد منها سياسيا عسكريا واقتصاديا نحن نتكلم بشكل شبه يومي نستمع للرئيس بايدن يقول أننا كذا مليار لدعم لأوكرانيا كذا مليار لدعم لأوكرانيا لم يمضي أكثر من شهرين على هذه الحرب هذه المليارات إلى أين تذهب ماذا يجري هناك بالفعل امتعاض أمريكي غربي عموما للوسطات التركية التي تقوم بها بين كل من روسيا وأوكرانيا ولكن المشكلة أنا أقولها صراحة في تقديري الشخصي المشكلة هي في الجانب الأوكراني لأن الجانب الأوكراني غير مستقل في إرادته الجانب الروسي كان واضحا وينفتح على التفاوض مع الجانب الأوكراني ولكن لقاء القمة هذا يحتاج إلى أوراق متعددة من وجهة نظر الجانب الروسي وبناء عليه يقوم بما سوف يقوم به ولكن المشكلة لدى الجانب التركي هو عدم موضوح وعدم منهجية واضحة للجانب الأوكراني في المسير في هذا التفاوض وهناك من يتحدث بأن في مسألة انصياع القرار الأوكراني وهو متحكم به من قبل الدول الغربية بأنه الرئيس زلينسكي قد خدع الرئيس أردوغان بخصوص مسار التفاوض والدبلوماسية والمساعي التركية الرامية إلى الحل يعني الرئيس أردوغان يريد إنهاء هذه الحرب دبلوماسيا وسياسيا لكن الرئيس زلينسكي خدع الجانب التركي هل توافق الرأي هنا بالنسبة أن الأوكرانيون خدعوا الأتراك بمسألة الدخول بمفاوضات جادة بين الجانبين الروسي والتركي ألعفون للأوكراني لا أظن أن الرئيس أردوغان ينقصه أو تنقصه الحكمة والحركة السياسية لكي يقوم برئيس مثل زلينسكي حديث على السياسة بخداعه من يخدع زلينسكي هو يخدع شعبه أولا والمجتمع الدولي ثانيا تركيا عندما انطلقت من هذه المفاوضات انطلقت من منطلقين اثنين المنطلق الأول هو عدم وصول نيران هذه الحرب إليها بشكل مباشر تحاول قدر المستطاع إبعاد هذه النيران الاقتصادية السياسية عنها من جهة ومن جهة أخرى هي كون تركيا دولة أقليمية لها ثقلها ولها دورها تقوم بما يجب أن تقوم به ولكن هي لا تقوم في هذه الوساطات وفق المعايير الغربي أو حتى الهواء الروسي الشرقي أو الصيني هي تقوم بمنهجية خاصة تنتهجها وهي أن يكون الحوار مباشرا ما بين كل من أوكرانيا وروسيا وهذا ما تفتقده القيادة الأوكرانية من حقيقة وصدق لهذا التحاور مع الجانب الروسي وكذلك الجانب الروسي لن يقبل بهذه المفاوضات على مستوى القمة مع الجانب الأوكراني تركيا اليوم هي في وضع تريد أن لا تصلها نيران هذه الحرب من زاوية ومن زاوية ثانية أن تقوم بدورها كدولة إقليمية تحاول الولايات المتحدة بشكل أساسي ودول الغربية بشكل عام أن تورد تركيا في هذه الحرب ولكن تركيا صاحية وتعلم تماما أن أي خطوة غير محسوبة سوف يكلفها الكثير سياسيا وقتصاديا وعلى مدى سنوات طويلة لأنها قد عاشت ذلك بعد الحرب العالمية الثانية هنا تركيا تقف موقفا على مسافة واحدة من الجميع ولكن المشكلة هي أن روسيا تريد انتصار ميداني والأوكران منحازون أو يسيرون وفق المخطط الغربي وبناء عليه المفاوضات التركية حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول حققت إنجازا مهما ولكنها لم تتقدم بسبب هذا التعمل ترجمة نانسي قنقر شكرا